اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والله بما تعملون خبير المجادلة الآية 11 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أخرجه مسلم في صحيحه إذن أولا الإسلام يدعو إلى العلم تعريف الإيمان وقد سبق وأن عرفناه في الدرس السابق لكن لا بأس أن نعيد التعريف لغة التصديق واصطلاحا اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح أن تعمل به جوارحنا والأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي باء مفهوم العلم لغة الإدراك واصطلاحا هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع أو مجموع المعارف المكتسبة بالبحث والدراسة إذن لا يمكن أن نقول على أن هذا الإنسان عالم ما لم يبحث ويقوم بتحاليل مجموعة من الأمور المتعلقة بالعلم الدنيوي وحتى الأخرى إذن البحث والدراسة والتي يصل بها الإنسان إلى مستوى الإحاطة بحق من حقول المعرفة ثم جيم دعوة الإسلام إلى العلم لقد رفع الإسلام من قيمة العلم وأهله ودعا إلى طلبه وتحصيله لأنه أساس بناء العمران ونفع الإنسان ويكفين للدلالة على مكانته في الإسلام ما يلي اجتمال القرآن على عديد من الآيات التي تدعو الناس إلى العلم والتفكر والتدبير والتعقل والتبصر وأيضا أول ما نزل من الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إلى آخر الآيات وأيضا ورود كلمة العلم ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 900 مرة ثم رفع مقام أهل العلم وشأنهم ومكانتهم قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ثم تفضيل الله تعالى العالم على العام قال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ثانيا العلم يرسخ الإيمان ويقويه لما كان العلم مفتاحا لأسرار الوجود كان كذلك مفتاحا لخشية القلوب إذ كلما استطاع الإنسان تدبر مشاهد الكون ومعرفة أسرارها وجماليتها وإتقانها وإبداعها مع النظر في الآيات القرآنية وما اجتملت عليه من إشارات كونية وحقائق علمية إلا وعرف الإنسان عظمة الخالق عز وجل فيزداد بذلك علما به سبحانه وخشية له واعترافا بفضله ونعمه مما يجعله يقبل على الله بفعل طاعاته والجناب نواهيه لكن لو جهل الإنسان حقائق الوجود وإرشادات الوحي قلت معرفته بالله فلا يكترث لأمر تركه أو نهي فعله ومن هنا نستنتج نعكسنتاج عام ومن هنا نستنتج أن العلم مفتاح قلوب الخاشعين وهداية لعقول الحائرين ولذة وطمأنينة للموقنين إذن سنتقل إلى المحور الأخير والثالث لا تعارض بين العلم الصحيح والإيمان الحق لا تعارض بين العلم الصحيح والإيمان الحق بل هما متلازمان لإعتبارات عدة منها إذن لا ليس يعني لا يتعارض العلم الصحيح والإيمان الحق بل هما متكاملان فيما بينهما الحقائق لا تتناقض ولا تتعارض ولكنها تتكامل كلما زاد علمك زاد إيمانك حقائق العلم استقراء لحقائق الكون والدين الدين الإسلامي يشجع على التعلم في كل المجالات قال ألبرت إنشتاين العلم دون الدين أعمى والدين دون علم أعرج دون علم اشتركوا في القناة